السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة هذا حديث نبوي عظيم النبي عليه الصلاة والسلام تعهد أن كل من يقرأ هذه السور الثلاثة القصيرة يكفيه الله سبحانه وتعالى شر كل شيء شر الهموم شر المشاكل شر الأمراض شر كل شيء تخاف منه أو تخشاه أو تحمل همه شر المستقبل السور الثلاثة كلنا يحفظها طبعا هي آخر ثلاث سور من القرآن العظيم دعوني أقرأ الحديث النبوي العظيم ثم نتدبر هذه المعاني الكريمة في هذا الكلام النبوي الرئي عندما سأله أحد الصحابة الكرام ماذا يقرأ نصحه هذه النصيحة الغالية قال له قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء صلى الله عليه وسلم منظر معي أخي الحبيب هذه السور الثلاثة على الرغم من قصرها وخفتها على اللسان إلا أن لها مفعول عظيم جدا في حماية ووقاية من يحافظ على قراءتها صباحا ومساء فترة الصباح وفترة المساء مهمة جدا أيها الأحبة لأن القرآن يأمرنا بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هذه الفترة عندما تطلع الشمس وعندما تغرب مهمة جدا بداية اليوم ونهاية اليوم ففي المساء أنت تدخل في الليل والليل يخفي في داخله مشاكل وهموم وأذى قد تتعرض له مؤامرة قد تتعرض لها شخص قد يؤذيك مرض قد يصيبك موت مفاجئ هناك إنسان ينام ولا يصحو فالليل فيه مجموعة من الأخطار النهار أيضا فيه الحوادث وفيه أحيانا السلوك السيئ فيه إنسان ممكن أن يرتكب بعض المعاصي وكذلك في الليل يمكن أن يرتكب فاحشة أو غير ذلك فالنبي أراد أن تبدأ يومك بهذه السور الثلاثة قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وتختم يومك قبل أن تنام حين تمسي أيضا بهذه السور الثلاثة طيب ما الذي يتغير عندما نقرأ هذه السور ولماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذه السور ولماذا ختم الله كتابه العظيم بهذه السور الثلاثة القرآن يبدأ بسورة الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن وينتهي بثلاث سور الثلاثة فيها قل السورة الأولى قل هو الله أحد تعدل ثلثة القرآن وهي السورة التوحيد عندما تقرأ قل هو الله أحد الله الصمد الذي نلجأ إليه ليحمينا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا أحد لا يحتاج إلى أحد مستغن عن عباده سبحانه وتعالى فعندما تدرك أن هذا الكون له إله واحد وأن هذا الإله قوي لم يكن له كفوا أحد لا يحتاج لأحد لكي يكفيه هو الذي يكفينا شر الناس هو الذي يكفينا شر المرض هو الذي يكفينا الحاجة حاجة الناس أو الحاجة إلى الغير فعندما تقرأ هذه السورة أخي الحبيب أنا أريدك أن تتذوق معانيها وأن تعيش مع هذا الإله العظيم لأن هذا الإله قريب منا ويريد لنا الخير وهذا الإله العظيم أنزل هذه السور رحمة بنا يريدنا أن نتعرف عليه ونأنس به من خلال قراءتنا لهذه السور أما السورة قل أعوذ برب الفلق ففيها استعاذة برب الفلق سبحانه وتعالى والفلق هو كل شيء ينفلق كل عمليات التكاثر في الطبيعة تحدث نتجة الانفلق سواء في النبات في الحيوان في غير ذلك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فأنا أستعاذ بهذا الخالق العظيم من شر ما خلق هو سبحانه وتعالى لأن هذه المخلوقات لها رب يتحكم بها ويسيرها لا تظن أخي الحبيب أن هناك أمر يحدث إلا بإذن الله سبحانه وتعالى الله تعالى يقول وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ كل شيء مخطط ومبرمج ومحسوب ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى فريح نفسك ريح عقلك كل شيء مقدر المطلوب منك فقط أن تكون مع الله أن تتعرف إلى الله عز وجل والله سيدبر لك الأمر يدبر الأمر سبحانه وتعالى بشرط أن تتوكل عليه فأنت عندما تقرأ هذه السورة أنت تستعيذ من شر كل شيء من شر الحاسدين ومن شر حاسد إذا حسد من شر السحرة من شر من يمكر بك من شر مرض المرض أليس هو مخلوق من مخلوقات الله عندما تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق هذا الفيروس الذي نخشى منه أن يصيبنا كيف يتكاثر كيف يغزو الجسم هو يدخل إلى هذه الخلية ويسخرها لتبدأ عمليات انقسام وانفلاق جديدة ولكن بدلا من أن تقوم الخلية بتصنيع خلايا جديدة تصنع فيروسات فعمليا الله عز وجل هو رب الفلق ورب كل شيء وهو الذي خلق المرض أنا أعوذ به ألتجئ إليه وأحتمي به أن يحميني من شر ما خلق معادلة بسيطة جدا فإذن هنا أخي الحبيب أنت عندما تقرأ هذه السورة الكلمات هذه ليست مجرد كلمات تقرأها هذه الكلمات فيها معاني وفيها الطاقة مخفية في داخلها حروف القرآن لها ملائكة تحملها الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب فأنت عندما تتكلم بكلام القرآن تقول قل أعوذ برب الناس مثلا ملك الناس ناس هذه الكلمات يحملها ملك مخصص متخصص بحمل هذا الكلام ويصعد بها إلى الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فإذن أنت وحدت الله قل هو الله أحد وأيقنت أنك تدعو إلها قويا لم يكن له كفوا أحد لا يحتاج إلى أحد هو الذي يكفيني واستعذت به أي التجأت إليه من شر ما خلق ومن شر الوسواس الخناس الذي هو يمكر بي وبك ليضل أكبر عدد من الناس لأنه تعهد هذا المخلوق الخبيث إبليس وذريته تعهدوا أن يضل أكبر عدد من الناس ولا أضلنهم تعهد أنه سيزين لك العمل السيء لتراه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء هذا الشيطان هو عدو لك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير جهنم ولا ياذب الله فلذلك أخي الحبيب أنت عندما تستعيذ بالله في سورة الفلق من شر كل المخلوقات التي تراها وتعلمها ومن شر الحاسدين وفي سورة قل أعوذ برب الناس أنت تستعيذ من شر الشيطان الذي لا تراه ما هو الشيطان لماذا هو عدو يعني خطير لأنه معك يدخل إلى غرفة نومك ولا تراه ويمكر بك ويوسوس لك يريد أن يغويك ويضلك ويزين لك العمل السيء لتراه حسنا وبالتالي أنت ينبغي أن تستعيذ أي أن تلتجأ إلى الله وتطلب الحماية من شر هذا الكائن من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هناك الشياطين من الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فإذا قراءتك لهذه السور الثلاثة أنت تمسكت بإله قوي والتجأت إليه وطلبت منه الحماية من شر كل المخلوقات ما تراه وما لا تراه والله عز وجل سيكفيك شر مخلوقاته إذن من قرأ هذه السور الثلاثة حين يمسي في الليل يكفيه الله كل شيء طوال الليل وإذا قرأها في الصباح عندما يستيقظ يكفيه الله شر النهار كله إذن أنت ضمنت بهذا العمل البسيط الذي لن يأخذ منك أكثر من دقيقة واحدة في الصباح ودقيقة في المساء ضمنت أن يحميك الله ويكفيك كل شر فإذن قضية بسيطة جدا أخي الحبيب لكي تعود نفسك على تطبيق هذا الحديث وهذا الحديث فيه أمر لنا أيها الأحبة ليس مجرد كلام الله يقول لي ولك وأطيع الله وأطيع الرسول ويقول أيضا وأطيع الرسول لعلكم ترحمون فما دام الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أمر بهذا العمل فمن الواجب علينا أن نطيعه وأن نقرأ هذه السور الثلاثة قبل النوم كل يوم لا تنساها وبمجرد أن استيقظت سواء استيقظت في الصباح أو في الظهر أو في أي وقت ابدأ يومك بعد أن تقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور يعني بعد النوم الإنسان نفسه تكون قد ذهبت إلى خالقها توفاها الله ثم تعود لحظة الاستيقاظ فتقول الحمد لله الذي أحياني يعني رد إلي نفسي بعد أن أماتني وإليه النشور وهذا دعاء النبي الذي كان يقوله عندما يصح من نومه ثم ابدأ يومك بهذه السور الثلاثة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ثم تختم بما ختم الله به كتابه القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق